وكأن الوجع صار أمرا محتوما على سكان الجنوب من تهامه لا يكاد يمر يوم ولا مساء إلا وفيه للوجع مقام قلق دائم ومساءات برائحة البرود وجروح لا تفي الإمكانيات لوقف نزيفها لم يحدث أن صمد اتفاق من كل المستويات لوقف إطلاق النار يوما كاملا على الأقل في جبهة جنوب الحديدة غابت المدافع تحضر القناصة وإن سكت رصاص الرشاشات والقناصة تفعل الألغام والعبوات فعلها الأليم في البسطاء العابرين من غرفته الفندقية في العاصمة الأردنية عمان يدل المبعوث الأممي مارتين جريفث بإفادته للعالم ليقول معلومات تتناقض تماما مع معطيات الواقع يتحدث عن توقف الإطلاق النار في الحديدة بينما الضحايا نزيفهم لا يتوقف كما يتحدث عن ترتيبات لحفظ ما يسميه اتفاق وقف إطلاق النار بينما أفواه البنادق والرشاشات والمدافع لا تتوقف تستمر الحرب بمختلص صورها في الجنوب التهامي وتستمر المغالطات الرسمية بأعلى المستويات عن وجود لجان تهديئة لمراقبة خروقات لم تتوقف أصلا ماذا لو أن مقر مركز العمليات المشتركة الذي اتفق على تأسيسه لسبوع الماضي يكون في نقاط التماس وليس في مقر البعتة داخل مدينة الحديدة ثم تام من اقترح ذلك لعل ضباط الارتباط والتنسيق من الطرفين ومعهم ضباط التنسيق الأمميين يقفون مباشرة على معطيات الخروقات وليروا عيانا من يستهدف المدنيين عبثا ودون مبالاة بتلك المباحثات التي تجري ويجري توقيع التزاماتها في سفينة أممية اقترحت أصلا كحل أمني طلبا للأمن الذي يفتقده المدنيون في عموم الحديدة